اشتركوا في القناة بطولات الدور العام وفكرتكم قبل كده بالرجاء وليه نتكلم تم نشوف مع بعض انا قلت ايه قبل المباراة ونرجع ونقول ان الاهلي بعد كل البطولات الكبيرة والمطشاط الكبيرة اللي بيبقى عاملها للأسف لما بيرجع بعدها بيقدم مستوى متواضع لو نرجع بالذاكرة وراء الكونفدرالية والفوز على سيوي سبورت بهدف الجان عماد متعب رجع بعدها وخسر من الرجاء اتنين واحد في الدوري باهداف ليه عمر المنوفي وطرق سالم وسجل للأهلي عماد متعب وهنروح بعيد ليه تم احنا لسه رجعين من كاس العالم للاندية واخدين تالت العالم واتغلبنا من سنبا التنزاني 1-0 بعدها كسبنا الترجي في نصف نهائي افريقيا وتعدلنا مع بيرامتز 2-2 نفس اللي اتكلمت فيه قلت ان الأهلي لما بيرجع بتبقى عنده حالة من النشوة اللعيبة ما بتبقاش مركزة وضل حصل مع البنك الأهلي الممر الشرفي وحالة الاسترخاء عدم وقل التركيز موسيماني كل ده هنشوفه في حلقة جديدة النهاردة من باصي للشباسي نحلل مع بعض كده المباراة ونشوف البنك الأهلي بدأ ازاي والأهلي بدأ ازاي البداية كانت مع الممر الشرفي واللقطة الجميلة اللي عملها البنك الأهلي للعب النادي الأهلي لكن الممر الشرفي وحذرت منه مبارح قلت انه هو ممكن يكون عامل سلبي على لعبة النادي الأهلي بالفعل الأهلي بدأ المباراة بعلي لطفي في حرصة المرمى باك يمين محمد هاني وباك شمال علي معلول وقلبي الدفاع بدر بنون وأيمن أشرب في نص الملعب عمر السلية وحمد فتحي على اليمين كهربا وعلى الشمال أجاييه والتنين بعد غياب كبير بيبدأوا مباراة أساسية والفروض الصريح محمد شريف وتحته محمد مجد أفشا نادي البنك الأهلي اعتمد على طرفين صراع هم أحمد ياسر وموسى ديوارة أحمد ياسر بدأ المباراة نحية علي معلول وموسى ديوارة لعب على محمد هاني اللي ما كانش في مستوان نهاردة الطرفين بتوعي الأهلي في أقل مستوياتهم محمد هاني وعلي معلول وتفوق لموسى ديوارة في الكرات المشتركة بينه وبين محمد هاني والسرعاته وأحمد ياسر بخبراته وكرته الحلوة كان بيبدأ ينقى الكرة في نص الملعب ويعمل استحواز لنادي البنك الأهلي لكن للأسف سوء الحالة اللي كان عليها خط دفاع ووسط الأهلي اللهم إلا عمر السلية هي اللي أعطت الأفضلية للنادي الأهلي عمر السلية هو الوحيد اللي في لعيبة النادي الأهلي كان مركز من نص الملعب محمد مجد أفشا مش في حالته الطبيعية في الشوط الأول خالد جلال بدأ بمعروف يوسف في نص الملعب هو ومحمد فتحي اللي اتنين كانوا عاملين زي حائط صد المباراة بدأت بالتحامات قوية أول ديئتين تزديدة من البنك الأهلي بعد أربع دقايق كرة مشتركة في نص الملعب بين فادي فريد وعمر السلية مش عارف دور الفار فيها إيه فيها وعليها المهم نرجع لمطشنة النادي الأهلي حاول يعمل استحواز في نص الملعب عن طريق السلية ومحمد مجد أفشا وحمد فتحي لكن سوء الحالة اللي كان عليها طرفي الأهلي سواء محمد هاني أو علي معلول إدت الفرصة للبنك الأهلي إنه ينطلق أكتر من مرة عاصم صلاح وموسى ديوارة من ناحية الشمال وأحمد ياسر من ناحية اليمين في النص تمركز معروف يوسف الجيد وبخبراته كان قادر يوقف نص ملعب النادي الأهلي ما عدا تحرقات زكية وزيادة عددية من عمر السلية الوحيد اللي تقدم وسدد من نص الملعب هو عمر السلية الدياء 13 شهدت أول كرة خطيرة عرضية من ناحية الشمال وقلنا إن محمد هاني ما كانش في مستوى اتلعبت الكرة كروس عرضية من وراه شالها على لطفي جات في صدر حمد فتحي ونزلت لفادي فريد شطها قوية فادي فريد أنقذها علي لطفي المباراة بعد كده بقت سجال في نص الملعب الناس اللي بتلوم على كهرباء وأجايه ناس بعيدة بقالها فترة أول مرة تبدأ أساسي والدور اللي كان بيقوم به طاهر محمد طاهر وتبادل أدواره مع محمد مجدي أفشا بالنزول لعمق الملعب ونص الملعب وأفشا يميل على الطرف أجايه ما كانش قادر يقوم به نظرا لنقص اللياقة البدنية وإن كنت بركز على نقطة إن الدقيقة 13 أجايه عمل إسبرينت من منطقة جزاء الأهلي لمنطقة جزاء البنك الأهلي ولكن الكرة للأسف بكل بساطة اتلعبت ناحية اليمين وتقطعت بعد مجهود جبار من أجايه ياريت تركزوا في اللقطة دي شوية أجايه لسان حاله أنا هلعب فرود مع محمد شريف ولا هنزل ألعب هاف يمين ولا بعد شوية أبدأ أبدل معه كهربا كهربا وأجايه كانوا تيهين في الشوط الأول لقلت اشتراكهم في المباريات قبل كده حسين الشحات وطاهر محمد طاهر الدنيا لما ما بتمشيش معهم بيبدلوا مع بعض وبكل سهولة كان فيه مشكلة وقلت ربط بين محمد مجدي أفشا وأجايه وكهربا طول الشوط الأول رغم وجود هجمات للنادي الأهلي أخطر هجمات النادي الأهلي كانت القرى العرضية من محمد مجدي أفشا على رأس كهربا ولكن محمود الزنفالي صدها ببراعة بعدها شوطة من عمر السلية حاول يوقفها حمد فتحي طولت منه خارج المرمى هجمات متتالية من النادي الأهلي كرة عرضية تانية على رأس أجايه بجوار المرمى أوفر من بدر بنون بدر بنون بيرفع أوفر أيوة زيادة عددية لأن البنك الأهلي كان بيعتمد على الكونتر أتاك كرة تتمسك عند حدود الثمانتاشر لمستين أو ثلاثة يا إما لأحمد ياسر أو موسى ديوارة وأحمد ياسر وموسى ديوارة بكل زكاء كانوا بيتعاملوا مع الكرات دي قعدوا ربع ساعة كل واحد ملتزم بجبهته موسى ديوارة على محمد هاني وأحمد ياسر على علي معلول اللي قدم أسوأ مبارياته في الموسم ده بعد خمسة وتلاتين دقيقة بعد خمستاشر دقيقة رجعوا بدلوا الأدوار أحمد ياسر راح نحية محمد هاني وموسى ديوارة راح على علي معلول لحد الدية خمسة وتلاتين ده بيدل على تركيز لعبة النادي البنك الأهلي وهم نازلين عارفين هياخدوا إيه من المباراة بيلعبوا على قد إمكانياتهم مش عايز أخفى لدور نص الملعب معروف يوسف ومحمد فتحي ومحمد حامد عملوا دور دفاعي رائع وكانوا بيميلوا لخط دفاعهم ويمقفلين وراء رغم الهجمات اللي كان بيقوم بها النادي الأهلي إلا أن رعونة وقل التركيز وتصرع لعيب النادي الأهلي ضيعت منهم المباراة في الشوت الثاني بدأ الأهلي ضاغط وقدر أنه يحرز هدف جميل لمحمد مجد أفشا في الدية الثانية أو الثالثة من الشوت الثاني لكن إحساس لعيبة النادي الأهلي إن المطشي كده خلص بدأوا يعملوا شو استعراضي وأن كنت بتكلم على محمد أفشا بالذات في كرة في الدية 55 على الخط نحية الشمال بيتفلسف فيها وبيحاول يلعبها كعب رجله ما تعودناش منك كده يا أفشا كهرباء وعدم الربط بينه وبين محمد شريف مع زور الراجل ملعبش من زمان كان بياخد خمس دقايق عشر دقايق محتاج وقت عشان يرجع لفرمته هو وأجايه فما بلومش غير إن المجهود البدني للتنين لعيبة مش موجود بالإضافة إلى عدم وجود حد على الدكة مفيش جنحين على دكة النادي الأهلي فأنت مجبر تلعب بيهم وإن كنت بلوم على موسيماني لإن اللي يرجع للكلام اللي أنا قلته أنا قلت كان ممكن يلعب بي ياسر إبراهيم استوبر ويرحل أي من أشرف باكي مين ويلعب بمعلول كجناح ويبدأ يلعب بكهرباء أو أجايه ويغير فيه الشغط التاني أو يلعب بتلاتة في نص الملعب كل دي خيارات كانت قدام موسيماني ولكن هو شاف إن ده أفضل حل لي إنه يلعب بالوينجين كهرباء وأجايه والناس هتمسكوا تقطعوا إن ما كانتش قطعته هو ده حال الإعلام بتاعنا ولازلت عندي رأيي فيه موسيماني كسب كايزر شيفز والترقي موسيماني أسطورة موسيماني موسوعة إن بارح تعادل النادي الأهلي موسيماني تحت الأرض موسيماني ما بيفقهش شيء في القورة فين التكتيك فين التغيير فين كذا فين كذا بنتعامل بالقطعة ماتش معاهم معاهم وماتش عليهم عليهم وده حال الكورة ما تستغربوش حال الكورة في مصر طبعا وبعد كورة أفشل اللي تكلمت عنها كان فيه إل التجانص ورابط بين كهرباء وأجايه في تبادل المراكز في الديئة 57 بدأ بدري بانون يزيد بدأ يغطى عليه السلية اللي في الديئة 62 في الستة يرضى بيطلع كورة عرضية على النادي الأهلي ليه أنا بتكلم عن السلية لأننا مصر على رأيي إن السلية لو برجل وحده أحسن لاعب وسط ملعب في مصر عمر السلية الوحيد اللي كان فايق في النادي الأهلي في الديئة 65 موسي ماني عمل تغيير بنزول أليو ديانج مكان جونيور أجايه تغيير أنا شايفه إن إنت عايز تأمل استحواز في نص الملعب يبقى كان لازم تكلم محمد مجد أفشا محمد مجد أفشا هو اللي بيعملك الفارق نزل ديانج قد الحرية لأفشا أنه هو يبدأ يلعب الفرقة لكن للأسف أفشا مش في مستواه ومش في تركيزه اللعيبة راجعة في كمية من التراخي كمية من مش عايز أقول الاستهتار بالخصم ولكن ده اللي كان واضح في الملعب بكل زكاء البنك الأهلي عمل تلات تغييرات معروف يوسف اللي تعب في نص الملعب والطرفين اللي ماتوا من الجاري أحمد ياسر و موسى ديوارا نزل مكانهم محمد بسيوني وكريم بامبو كجناحين وكريم بامبو عمل الفارق وأحرز الهدف لكن نيجي نشوف للفكر في الدياق سبعين بالزبط بدأ خالد جلال يغير فكره في الضغط على النادي الأهلي من نص الملعب بدأ فادي فريد يضغط الطرفين كريم بامبو و محمد بسيوني يضغطوا على النادي الأهلي وزيادة الباكي الشمال عاصم صلاح اللي هو رفع الأوفر بعد تراخي غريب من محمد هاني أنا راجل باكي مين القرى ملعوبة في ظهري وبعيدة جدا من ناحية الراية الرقنية ما حاولش يجري عليها محمد هاني محمد هاني بقل التركيز سراحان أو قدر القرى أنه هو مش هيلحقها لكن عاصم صلاح بكل براعة أوفر ولا أروع وتمركز وسوق تمركز بدر بنون وأيمن أشرف وعلي معلول اللي بحمله جزء من الهدف هو بدر بنون أيمن أشرف اتحرك مع المهاجم بدر بنون كان فاضي على الآيم الأريب ومن وراه التغطية العكسية من معلول صفر طلع كريم بنبو بكل سهولة حط الكورة جوه جول هدف التعادل وهدف مستحق لنادي البنك الأهلي لأنه لعب من الديئة سبعين لحد ما أحرز الهدف بغرض أنه يباغت النادي الأهلي ويخطف الكورة ويعمل الكورة المرتدة ويحرز الهدف نزول وولتر بواليا ومروان محسن علامات استفهام ولكن هترجع تقول ما فيش حد على الدكة ما فيش حد على الدكة يبقى أعدل جوه الملعب وزي ما قلنا أنا زلياسر إبراهيم وأرحل فيه الملعب مش هخصر حاجة وبدون خسار التغيير على العموم كده النادي الأهلي بيفقد نقطتين غاليين في صراعه على القمة هنشوف إيه اللي يحصل فيه الثلاث مباريات الباقية وإن شاء الله الصراع يكون مشتعل ونشوف باقي الدوري في أحسن حال ومباريات جيدة نستمتع بيها كلنا الشوط الثاني ما كانش فيه خطورة تسكر زي الشوط الأول الشوط الثاني تزديدة من السلية أنقذها الزنفلي وكورة تانية جت لمحمد مجدي أفشة عشان أبين لك إيه اللي تركيزه ركز في الكورة لعبها إزاي بدون أي تركيز أعطاها للمدافعين أو لحارس المرمى كورة تانية في الدقيقة الثلاثة وتسعين كانت معها أفشة كان ممكن يسدد مرة واحدة اتقفلت عليه الزاوية مرارها الحمد فتحي حمد فتح تأخر فيها ويسددها في جسم المدافع كل ده ملخص الشوط الثاني اللي كان نسبة الاستحواز للنادي الأهلي ولكن دون خطورة تذكر مش عايز أخفل دور البنك الأهلي اللي لعب مباراة على قد إمكانياته فادي فريد ومجهود جبار وإن كنت ليه تحفظ عليه في بعض اشتراكاته سواء مع عمر السلية وبين وبين خط دفاع النادي الأهلي لكن عمل مجهود يشكر عليه أحمد ياسر وموسى ديوارة مجهود كبير على الطرفين وقدروا يمشوا بالمباراة زي ما هم عايزين لحد الدقيقة سبعين لما تغيروا التعادل واحد واحد هو نهاية اللقاء مش هتكلم عن التحكيم لأن فيه كورتين كورة هنا على فادي فريد مع السلية في نص الملعب وكورة للسلية مع فادي فريد في منطقة الجزاء هسيب لكم موضوع التحكيم وأتمنى أن حلقة النهاردة تكون عجبتكم ولو عجبك الفيديو انزل اشترك في القناة فعل زر الجرس ودوس اللايك